وفي شأن فلسطيني آخر يواصل الأسرى المحررون المقطوع رواتبهم إدرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي وذلك احتجاجا على رفض السلطة الفلسطينية استئناف صرف رواتبهم رغب اعتصامهم المتواصل اليوم الرابع والأربعين ومن رمالة مشاهدين ينضم إلينا ضياء حشية مراسل الغد يعني ضياء لليوم الثالث يواصل الأسرى المحررون إدرابهم عن الطعام ما الجديد وما التطورات في هذا الشأن نعم تطورات أن هناك إصرار لدى المعتصمين ولدى المضربين عن الطعام وسط مدينة رمالة إما الشهادة وإعادة رواتبهم المقطوعة لأنهم أمضوا ظهرة شبابهم داخل السجون الإسرائيلية هناك 277 أسير فلسطيني كانوا تحرروا ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل وأفرج عنهم بعد هذه السفقة وأعيد اعتقال جزء منهم والجزء الآخر أبعد إلى خارج الأراضي الفلسطينية وقسم آخر يعيش في قطاع غزة والقسم الآخر أيضا يعيش في الضفة الغربية هؤلاء قطعت رواتبهم بشكل تام ولم يعود لهم أي مصدر للدخل لذلك لجأوا بعد 44 يوم من الاعتصامات أمام مجلس الوزراء ووسط خيمة في ميدان شهيد ياسر عرفات في مدينة رمالة لم يجدوا سبيلا إلا الإعلان عن الإضراب عن الطعام هم بدأوا بتناول الماء والعصائر والألبان ومن ثم في مرحلة لاحقة سيبدأون بوقف كل ذلك فقط سيتناولون الماء والملح للضغط على السلطة الفلسطينية وعلى المستوى السياسي الفلسطيني بعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ حوالي ثلاثة أشهر يقولون بأن هناك ديون كبيرة أصبحت علينا وهناك مطالبات من قبل الناس لأنهم خرجوا بعد سنوات طويلة أقل أسير فيهم كان يمضي في السجن وأمضى في السجن قرابة 15 عاما من يصل أيضا أحكامه إلى 24 عام قطع راتبه بعد أن أمضت كل تلك الفترة من السنوات داخل السجون الإسرائيلية لذلك هناك حالة من الغضب تسير في صفوف الأسرة الفلسطينيين ويريدون من هذه الخطوة أن تعاد رواتبهم فعليا كي لا يصبحوا سجناء داخل وطنهم وداخل المحاكم الفلسطينية بعدما التزموا بدفع دفعات مالية للبنوك وغيرها من المستحقات والمستلزمات عليها دياء هل هناك ربما بادرة أو استجابة من قبل السلطات مع هذا الضغط من قبل الأسرة المحررين؟ إطلاقا لا يوجد هناك أي بادرة حتى الآن أو بارقة أمل تدخل في سييف هذا السياق لتطمين الأسرة المقطوعة رواتبهم فعليا كل الاتصالات التي أجراها الأسرة المحررون والاجتماعات كان آخرها طبعا مع أمين سر لجنة تنفيذية صعب عرقات وكلها وعودات منذ ثلاثة أشهر لم يتلقوا أي شيء ولم يجدوا أي سبيل لحل أزمتهم لأن لا يوجد حتى الآن أي مبرر لقطع هذا الراتب كما يقولون هم بعثوا برسائل إلى وزارة المالية إلى وزارة شؤون الأسرة إلى الحكومة إلى مختلف الجهات الفلسطينية ولم يجدوا أي رد على أو مبرر قطع رواتبهم رواتب التي يتلقونها منذ سنوات أسرهم نعم دياء حوشية مراسل الغد شكرا جزيلا لك حدثنا مشاهدين من رمض الله